هنتابع أسئلة الطربوي من أولي السوية الرقم 25 مدرسة تركز على التغيير في البيئة والظروف المحيطة بمسيراتها المختلفة المدرسة دي البنائية ولا الاجتماعية ولا الإدراقية ولا السلوكية المدرسة اللي بتركز على التغيير في البيئة والظروف المحيطة بمسيراتها المختلفة دي المدرسة السلوكية اللي جاب رقم دي السلوكية السوية الرقم 26 من أبرزومناظري المذيخ السلوكية رقم اسكينار أو رقم به فيجو تيسكي أو رقم جيم جانبي جي أو رقم دي الجونديوي الإقابةSmook رقم ال سكينار أبرزمناظر الباقيين مدرسة بنائية فيجو تيسكي جانبي جي جونديوي دل أبرزمناظري المدرسة البنائية أبرزمناظري المدرسة السلوكية رقم volte سعر رقم 27 نظرية التعلمة التي تصنف عقل المتعلم بأن صندوق لا تتضح عملياته الداخلية ويتعلم من خلال المسير والاستجابة هي النظرية رقم أعلي في البنائية ولا رقم به استروقية ولا رقم جي الإدراقية ولا رقم داري الاجتماعية الإجابة كل رقم به استروقية النظرية دي بتقول إيه بتصنف عقل المتعلم على أن صندوق لا تتضح عملياته الداخلية ويتعلم من خلال المسير والاستجابة دي المدرسة السلوكية رقم 28 المسؤول عن حدوث التعلم طبقا لمدرسة السلوكية المسؤول عن حدوث التعلم هل هو الرقم آرف المسير ولا الرقم به الدافعية ولا رقم جيم الاستجابة ولا رقم دال التعزيز هتبقى الإجابة رقم به الدافعية يبقى المسؤول عن حدوث التعلم طبقا لمدرسة السلوكية رقم به الدافعية هنكمل شرح بقية المدرسة النظرية البنائية دور المعلم في النظرية البنائية رقم واحد بيهتم ببيئة التعلم وانطقاء انشطة التعلم رقم اثنين المساعدة في الوصول الى مصادر المعلومات رقم تلاتة تشجيع المناقشة البنائية وروح التساؤل رقم اربعة اشراق الطلاب في ادارة التعلم وتقويمه يبقى اربع حاجات دور المعلم في النظرية البنائية اول حاجة بيهيئ بيئة التعلم وبينقل أنشطة التعليمية رقم اثنين المساعدة في الوصول إلى مصادر المعلومات بيساعدهم على أنهم يوصلوا للمعلومات رقم ثلاثة بيشجع المناقشة البنائية وروح التساؤل رقم اربعة اشراك الطلاب في إدارة التعلم وتقويمه بعد كده دور المتعلم في النظرية البنائية دور المتعلم بقى ايه رقم واحد اكتشاف ما يتعلمه من خلال ممارسته للتفكير العلمي ده كان اختيار اكتشاف ما يتعلمه من خلال ممارسته للتفكير العلمي رقم اثنين بناء معرفته الذاتية بنفسه رقم ثلاثة البحث عن معنى لخبراته مع مهام التعلم رقم اربعة مشارك الزملائه في إنجاز مهام التعلم فالمتعلم المتعلم هنا بقى ايه نشط اجتماعي مبتكر يبقى دور المتعلم في النظرية البنائية بيكتشف من خلال ممارسته للتفكير العلمي بيبني معرفته بنفسه بيبني معرفته الذاتية بنفسه البحث عن معنى لخبراته مع مهام التعلم مشارك الزملائه في إنجاز مهام التعلم بيشارك زملائه فالمتعلم في المدرسة البنائية نشط اجتماعي مبتكر من التطبيقات التربوية للنظرية البنائية تلات تطبيقات تكليف الطلاب بعمل للحصول على المعلومة بيكلف الطلاب بعمل للحصول على المعلومة رقم 2 رفع مهارات الطلاب في مجال الاتصال تكليف الطلاب بعمل للحصول على المعلومة رفع مهارات الطلاب في مجال الاتصال توفير الدافعية والتحفيز لضمان استمرار العمل توفير الدافعية والتحفيز لضمان استمرار العمل ثانيا النظرية السلوكية تعريف النظرية السلوكية مجموعة من النظريات تقول بأن المعرفة الصادقة تنبع من التجربة والتطبيق النظرية السلوكية بتقول إن المعرفة تنبع من التجربة والتطبيق وتسلم بأنه لا استجابة مندون مسير يبقي هذا الاستجابة لجلد يوم مسير تركيز على أن التعلم هو تغيير في السلوك الخارجي للفرض والناتج عن استجابة род investment يبقي النظرية السلوكية تركيز على أن التعلم وتغيير في السلوك الخارجي للفرض والناتج عن استجابة للمسيرات الداخلية ابرز مناظريها بافلوف ثورنديك جون واتسون سكينر جاسري يبقى خمس مناظرين للمدرسة البنائية بيجوا اختيارات كتير في الامتحان دولات من تبع نظرية مين ودول طبع نظرية مين يبقى بافلوف ثورنديك جون واتسون وسكينر وجاسري طبعا نظرية السلوكية النظرية السلوكية تركز على ايه؟ بتركز على ان المعارفة الصادقة تنبع نتيجة التجربة والتطبيق بتسلم بان ما فيش استجابة من غير موسيق بتركز على ان التعلم تغير في السلوك الخارجي للفرد والناتج عن استجابته للمسيرات الخارجية العناصر التي تقوم عليها النظرية السلوكية اول حاجة العناصر اللي بتقوم عليها النظرية السلوكية السلوك متعلم غالبا الايجابي منه او السلبي السلوك متعلم سواء كان ايجابي او سلبي الدافعية هي المسؤولة عن حدوث التعلم الدافعية المسؤولة عن حدوث التعلم الدافعية إن السلوك سواء كان إجابي أو سلبي دوت متعلم ثالث حاجة المسير والاستجابة حيث يحدث التعلم عند الاستجابة لمسير معين المسير والاستجابة مفيش استجابة من غير ما يكون في مسير حيث يحدث التعلم عند الاستجابة لمسير معين التعلم بيحصل إمتى؟ لما يحصل الاستجابة لمسير معين آخر حاجة التعزيز والممارسة فتعزيز الاستجابة الإيجابية يؤدي إلى تقوياتها وتثبيتها التعزيز والممارسة التعزيز الاستجابة الإيجابية بيؤدي لتقوياتها وتثبيتها يبقى عندنا العرصة التي تقوم عليها النظرية السلوكية السلوك الدافعية المسلولة الاستجابة والتعزيز والممارسة السؤال رقم 29 أي التالي لا يتناسب مع نظرية التعلم الشرطي يحدث التعلم من خلال رقم ألف التعزيز المباشر للسلوك رقم به ارتباط المسير بالاستجابة رقم جيم دعم السلوك بالمعززات الخارجية رقم دال استصارة الدافعية للتعلم بمعززات داخلية هتبعى الإيجابة رقم دال استصارة الدافعية للتعلم بمعززات داخلية بالأي التالي دال ما بيتنسبش مع نظرية التعلم الشرطي استصارة الدافعية للتعلم بمعززات داخلية انما الباقي ما يتناسب مع التعلم الشرق نظري التعزيز المباشر للسلوك ارتباط المسير بالاستجابة دعم السلوك بالمعززات الخارجية السهل الرقم 30 يرى سرونديك ان التعلم يحدث نتيجة لي رقم 0 المحاولة والخطأ رقم B التقرار والتدريب رقم G المسير بالاستجابة رقم دال النظر الى الموقف بصورة كلية هتبقى الإيجابة رقم 0 المحاولة والخطأ يبقى سرونديك بينظر للتعلم يحدث نتيجة ايه يحدث نتيجة المحاولة والخطأ السهل الرقم 31 طلب معلم القرآن الكريم من الطالب أحمد ان يقرأ اول ايات من سورة الملك وكان المعلم ينصد اليه باهتمام وفي حالة الخطأ يطلب من المعلم اعادة قراءة الكلمة حتى يأتي بها صحيحة فالمعلم هنا اذن يطبق نظرية التعلم عن طريق رقم ألف التقرار والتدريب رقم به المحاولة والخطأ رقم G المسير والاستجابة رقم دال الإشراط الإجرائي هتبقى الإجابة رقم B المحاولة والخطأ السؤال رقم 32 مبدأ الاكتران من مبادئ نظرية رقم ألف بافلوف رقم B واتسون رقم G سكينر ولا رقم دال جسري مبدأ الاكتران من نظرية جسري رقم دال السؤال رقم 33 النظرية التي تقسم السلوك إلى استجابة النظرية التي تقسم السلوك إلى استجابة واستجابة وإجرائي استجابة وإجرائي هتبقى الألف نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ رقم B نظرية الإشراط الكلاسيكي رقم G نظرية الإشراط الإجرائي رقم D نظرية التعلم الاكتراني هتبقى الإجابة رقم G نظرية الإشراط الإجرائي يبقى النظرية اللي بتقسم السلوك إلى استجابي وإجرائي هي نظرية الإشراط الإجرائي رقم 34 يرى سكينر أن معظم السلوك البشري رقم ألف تكون استجابته عضوية بواسطة مصير غير معروف ولا رقم به تكون استجابته غير عضوية بواسطة مصير معروف ولا رقم جيم تكون استجابته غير عضوية بواسطة مصير غير معروف والرقم G تكون استجابته عضوية بواسطة مسير معروف سكينر بيرى أن معظم سلوك البشر بيكون بالإجابة رقم ألف تكون استجابته عضوية بواسطة مسير غير معروف الاستجابة عضوية بواسطة المسير غير عضوي الاستجابة هي العضوية المسير غير معروف الشرح نظريات التعلم السلوكية نظرية الإشراط الكلاسيكي وفيه عندنا نظرية المحاولة والخطأ وفيه قانون التكرار أول نظرية اللي هي نظرية الإشراط الكلاسيكي أقدم النظريات حيث يرى بفلف أن هناك اقترانا بين المسير الشرطي والمسير الغير شرطي في استدعاء الاستجابة التي يحدثها المسير الغير الشرطي ويمكن الاستفادة منها في تعزيز سلوكيات مرغوبة فيها ومحو إطفاء سلوكيات غير مرغوبة فيها عندنا نظرية الإشراط الكلاسيكي دي أقدم نظريات من اللي عملها بفلف بيرى فيها ان اقتران بين المسير الشرطي والمسير الغير شرطي في استدعاء الاستجابة اللي بيحدثها المسير الغير شرطي ويمكن الاستفادة منها في تعزيز سلوكيات مرغوبة فيها ومحو السلوكيات الغير مرغوبة فيها النظرية الثانية نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ بتاعت سرونديك يرى سرونديك أن التعلم يحدث نتيجة المحاولة والخطأ والأثر الموجب تتركه المحاولة الناجحة وللنظرية ثلاثة قوانين وهي الاستعداد التدريب والممارسة والأثر يبقى النظرية الثانية المحاولة والخطأ بتاعت سرونديك بيقول إن التعلم بيحدث بالمحاولة والخطأ والأثر الموجب تتركه المحاولة الناجحة وللنظرية كان من قانون تلاثة قوانين القانون الأول لقانون الاستعداد القانون الثاني التدريب القانون الثالث الممارسة القانون الرابع الأثر قانون التكرار قانون التكرار وده آخر نظرية يركز جون واتسون على أهمية إعطاء مزيد من التدريبات فهي التي تؤدي إلى مزيد من الاستجابة وقد فسر واتسون تعلم الأفعال المنعكسة في مبدأين وهما مبدأ التكرار ومبدأ الجدة يبقى عندنا كم نظرية ثلاثة نظرية نظرية الإشراط الكلاسيكي وده بتاعت بافلوف ونظرية التعلم بالمحاولة والخطأ والأثرونديك وقانون التكرار لجون واتسون تنمية أبرز نظريات التعلم السلوكية عندنا نظرية الإكتران يرى جسري أنه إذا نشط مصير ما وقت حدوث الاستجابة فإن تكرار هذا السلوك يؤدي إلى حدوث تلك الاستجابة فهو لا يهتم بالمصير غير الشرطي بل يكتفي بالإكتران بين المصير والاستجابة يبقى عندنا الإكتران بيقول أني لو حصل نفس المصير هيحصل نفس الاستجابة ده اللي بيراه جسري نظرية الإشراط الإجرائي يعتمد سكينر في هذه النظرية على مبدأ التعزيز بأنواع المختلفة المستمرة والمتقطع والإيجابي والسلمي جعام الأساسي في حدوث التعلم وقد جعل السلوك قسمين سلوك استجابي وسلوك إجرائي الاستجابة حيث تكون الاستجابة غير عضوية بواسطة مصير معروف السلوك إجرائي حيث تكون الاستجابة عضوية بواسطة مصير غير معروف ويرى أن أغلب السلوك البشري من النوع الإجرائي الذي يمكن تقويته من خلال التعزيز يبقى أبرز النظريات نظرية الإكتران والإشراط الإجرائي الإكتران لجسري الإشراط الإجرائي لسكينر الإكتران بيقول إذا نشط مصير وقت حدوث الاستجابة فإن تكرار السلوك يؤدي إلى حدوث تلك الاستجابة ما بيهتمش بالمصير الغير شرطي بل يكتفي بالإكتران بالمصير والاستجابة يبقى لو حصل سلوك لو حصل مصير هيددي نفس الاستجابة ولو تقرر نفس السلوك هيددي نفس الاستجابة طب نظرية الإشراط الإجرائي بيعتمز سكينر في هذه النظرية على مبدأ التعزيز يبقى الإشراط الإجرائي بيعتمد على مبدأ التعزيز بأنواع المختلفة سواء مستمر أو متقطع أو إيجابي أو سلبي بيقسم السلوك إلى قسمين سلوك استجابي وسلوك إجرائي الاستجابي بتكون الاستجابة غير عضوية بواسطة مصير معروف الاستجابي يبقى استجابة غير عضوية بمصير معروف الإجرائي بتكون الاستجابة عضوية بواسطة مصير غير معروف معظم البشر من نوع الإجراء السؤال رقم 35 مما يميز أدوار المعلم تجاه المتعلم في المدرسة السلوكية الإجابة رقم ألف نقل المعلومات ولا رقم به تسهيل التعلم ولا رقم جيم إعداد أنشطة تفاعلية ولا رقم دال تهيئة بيت تعاونية للتعلم تهيئة بيت تعاونية للتعلم هتبع الإجابة رقم ألف نقل المعلومات مما يميز أدوار المعلم تجاه المتعلم في المدرسة السلوكية بينه للمعلومات نقل المعلومات اللي بيهيئة بيت تعاونية للمتعلم واللي بيسهل التعلم وبيعد أنشطة تفاعلية ديكة المدرسة البنائية السؤال رقم 36 جميع ما يلي من أدوار المعلم في المدرسة السلوكية عدة رقم ألف رقم بيه تنظيم الظروف البيئية المناسبة للمتعلمين لحدوث الاستجابة السؤال رقم 37 دور المتعلم في المدرسة السلوكية دور المتعلم الرقم ألف الاستجابة للمسيرات وتطبيق ما يتعلمه في مواقف جديدة رقم بيه تنظيم الممارسات العملية لاستدعاء الاستجابات المناسبة رقم جيه مشاركة زملائه في إنجاز مهام التعلم المطلوبة رقم دال تهيئة بيئة التعلم وانطقاء الأنشطة المناسبة لها هتبع الإجابة رقم ألف دور المتعلم في المدرسة السلوكية الاستجابة للمسيرات وتطبيق ما يتعلمه في مواقف جديدة سوى رقم 38 تعزيز الاستجابات الصحيحة لدى المتعلمين يساعد على رقم ألف تحسين عملية التعلم والرقم به الانتهاء المبكر من التعلم والرقم جيم تقليل الدافعية والرقم دال تراجع نسبة المشاركة تعزيز الاستجابة الصحيحة لدى المتعلمين يساعد على تحسين عملية التعلم السؤال رقم 39 النظرية القائلة بأن التعلم يحدث نتيجة لملاحظة المتعلم للآخرين كانت النظرية رقم ألف الاجتماعية ولا رقم به المعرفية ولا رقم جيم السلوكية ولا رقم دال البنائية هتبع الإجابة رقم جيم الإجابة رقم ألف الاجتماعية النظرية القائلة بأن التعلم يحدث نتيجة لملاحظة المتعلم من المال الآخرين رقم ألف الاجتماعي إصدار رقم 40 نظرية تؤكد على التفاعل الختمي المتبادل الحتمي المتبادل بين السلوك والتأثيرات البيئية رقم ألف السلوكية ولا رقم به البنائية ولا رقم جيم المعرفية ولا رقم دال الاجتماعية رقم دال الاجتماعية يبقى النظرية اللي بتؤكد على التفاعل الحتمي المتبادل بين السلوك والتأثيرات البيئية رقم دال الاجتماعية السؤال رقم 41 ابرز مناظرية نظرية التعلم الاجتماعي رقم الف سكينر ولا رقم به باندورة ولا رقم جيم جانبيا جي ولا رقم دال جون ديوي سكينر دا السلوكية وجانبيا جي وجون ديوي دولة البنائية يبقى رقم به باندورة السؤال رقم 42 معظم السلوك الانساني متعلم باتباع نموذج او مثال من مبادئ النظرية السلوكية رقم الف سلوكية ولا رقم به البنائية ولا رقم جيم الاجتماعية ولا رقم دال المعرفية ستبقى الاجابة رقم جيم الاجتماعية معظم السلوك الانساني متعلم باتباع نموذج او مثال يبقى دوت اللقاء المبدأ دا بتاع نظريب مين الإجابة رقم جيم الاجتماعية عندنا الشرح بيقول دور المعلم والمتعلم في المدرسة استروقية دور المعلم بقى في المدرسة استروقية بيحدد تحديد التلميحات التي تستدعي الاستجابة بيحدد التلميحات اللي بتستدعي الاستجابة رقم اتنين بينظم الممارسات والخبرات لظهور المسيرات واستدعاء الاستجابة المناسبة لموقف التعلم بينظم الممارسات والخبرات لظهور المسيرات واستدعاء الاستجابة المناسبة لمواقف التعلم 3- بينظم الظروف البيئية للمتعلمين لحدوث الاستجابة المرغوبة 4- بجزء المهام إلى جزئات صغيرة تتضمن قدرة المتعلم على أدائها لتحقيق استجابة مرغوبة بيجزأ المهام جزيئات صغيرة تتضمن قدرة المتعلم على أداءها لتحقيق الاستجابة مرغوبة رقم خمسة بيحدد الوقت المناسب لتعزيز كل فرض وتحديد الوقت الذي يحتاجه كل متعلم للتأكد من نجاحه بيحدد الوقت المناسب لتعزيز كل فرض وبيحدد الوقت الذي يحتاجه كل متعلم للتأكد من نجاحه طب دور المتعلم المتعلم في النظرية البنائية سلبي يستجيب للمصيرات ويطبقها المتعلم النظرية البنائية المتعلم فيها سلبي يستجيب للمصيرات ويطبقها في البنائية كان إيجابي في السلوكية سلبي المتعلم في المدرسة السلوكية سلبي في المدرسة البنائية أو في النظرية البنائية إيجابي في المدرسة السلوكية سلبي يستجيب للمصيرات ويطبقها التطبيقات التربوية التعلم عن طريق المحاولة والخطأ التعلم المتعلم عن طريق الاستجابة النشطة إعطاء المتعلم مساحة من الحرية وعدم تقييده تعزيز الاستجابات الصحيحة لدى المتعلمين تحسين العلاقة بين المعلم والمتعلم يبقى تطبيقات التربوية التعلم عن طريق المحاولة والخطأ تعلم المتعلمين عن طريق الاستجابة النشطة اعطاء المتعلمين مسحة من الحرية وعدم تقييده تعزيز الاستجابات الصحيحة لدى المتعلمين تحسين العلاقة بين المعلم والمتعلم بعد كده رقم ثلاثة النظرية الاجتماعية تسمى النظرية التعلم بالملاحظة ولا اسم تاني النظرية الاجتماعية لا اسم تاني نظرية التعلم بالملاحظة ويسمى التعلم وفقا بالتعلم بالنمزجة والتعلم فيها يسمى بالنمزجة وفقا بالتعلم بالنمزجة وهي تؤكد على التفاعل الحتمي المتبادل للسلوك والمعرفة والتأثيرات البيئية وتعزو التغييرات في السلوك والتعلم إلى الملاحظة والتقليد أي ملاحظة سلوكية معينة وما حاولت تقليدها يبقى النظرية الاجتماعية تسمى بنظرية التعلم بالملاحظة ويسمى التعلم مفقا بالتعلم بالنمزجة التعلم فيها يسمى بالتعلم بالنمزجة بتؤكد على التفاعل الحتمي المتبادل للسلوك والمعرفة والتأثيرات البيئية بيعزو إليها بتعزو التغيير في السلوك يعني التغيير في السلوك بيبقى مترتب على إيه وتعزو التغيير في السلوك والتعلم إلى الملاحظة والتقليد يبقى التعلم فيها هنا بالملاحظة والتقليد أي ملاحظة سلوك معين ومحاولة تقليد يبقى النظرية الاجتماعية بيقلد الشخص المتعلم بيقلد اللي قدامه تبقى أبرز منظريها باندورة 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 وريتشارد ويلترز وراوتر باندورة وريتشارد ويلترز وراوتر دول ثلاث منظرين بتعلم النظرية الاجتماعية أساسيات النظرية المصيرات الخارجية تؤثر في السلوك من خلال تدخل العمليات المعرفية يبقى أساسياتها رقم واحد المصيرات الخارجية تؤثر في السلوك من خلال تدخل العمليات المعرفية رقم اثنين التفاعل الحتمي المتبادل للسلوك والمعرفة والتأثرات البيئية التفاعل الحتمي المتبادل للسلوك والمعرفة والتأثرات البيئية رقم ثلاثة معظم السلوك الإنساني متعلم باتباع نموذج أو مثال يبقى أساسيات النظرية اللي بتقوم عليها النظرية الاجتماعية رقم واحد إن المسير الخارجي يؤثر في السلوك من خلال تدخل العمليات المعرفية رقم اثنين إن التفاعل الحتمي المتبادل للسلوك والمعرفة والتأثيرات البيئة في تفاعل هيبقى فيه تفاعل حتمي من نتيجة التدخل المتبادل في المعرفة والسلوك والتأثيرات البيئة هيكون معظم سلوك الإنسان متعلم باتباعي نموذج أو مثال السؤال رقم 43 أول مرحلة من مراحل التعلم عند الاجتماعيين هتبقى الإجابة رقم جيم الانتباه السؤال رقم 44 يقصد بمبدأ الاسترجاع في التعلم بالملاحظة هتبقى الإجابة رقم به الاختفاص بالخبرات لحين الاهتياج إليها يقصد بمبدأ الاسترجاع في التعلم بالملاحظة الإجابة رقم به لإحتفاص بالخبرات لحين الاهتياج إليها السؤال رقم 45 عبد العزيز معلم لمادة الخط العربي للصف الأول الإبتدائي كان يطلب من التلاميذ ملاحظته وهو يكتب حرف الألف بخط النسخ ثم يطلب منهم كتابة حرف الألف بخط النسخ كما يشاهدونه المعلم يستخدم فيه تدريس طريقة التعلم به هتبقى الإجابة رقم جيم النمزجة السؤال رقم 46 النظرية التي تهتم بالعمليات المعرفية الداخلية كالانتباه والفهم والذاكرة والاستقبال ومعالجة المعلومات هتبقى الإجابة رقم ألف المعرفية النظرية التي تهتم بالعمليات المعرفية الداخلية كالانتباه والفهم والزاكرة والاستقبال والمعالجة المعلومات الإجابة رقم ألف المعرفية السؤال رقم 47 من أبرز مناظري المدرسة المعرفية الإجابة رقم جيم كير تليفين السؤال رقم 48 جميع ما يلي من أنواع التعلم عند أزوبيل عدا الإجابة رقم ألف التعلم بالتلقي القائم على الاكتشاف السؤال رقم 48 جميع ما يلي من أنواع التعلم عند أزوبيل عدا الإجابة رقم ألف التعلم بالتلقي القائم على الاكتشاف السؤال رقم 49 نظرية التعلم اللفظي هي إحدى نظريات المدرسة ده ما ليجبه رقم جيم المعرفية سؤال رقم 49 نظرية التعلم اللفظي هي إحدى نظريات المدرسة ليجبه رقم جيم المعرفية